بسم الله الرحمن الرحيم صباح الخير عليكم ازايكم عاملين ايه جولة جديدة ويوم جديد في سوق التنسي الحضاري احنا النهاردة هنكون عند محمد حسن هنشوف بقى الرفايع اللي عنده الجديدة ومنزل ايه الاسبوع ده طبعا تعرفين هو كل اسبوع بينزل حاجات جديدة فانا بحب اجيب لكم الجديد دايما عنده عشان هو بيبقى مميز شوية عن باقي المحلات لان فيه ناس سألتني اش معنى عند محمد حسن بتصوري عنده على طول اولا لان هو يعتبر اه اه الرفايع في الرفايع يعني هو احسن واحد بامانة اه كل شغله جديد او معظمه جديد واللي مش جديد نظيف يعني حتى المستعمل عنده نظيف مش اه مش متبهدل اه فعشان كده بحب اجيب لكم الحاجات الكويسة اللي تقدروا تنزلوا وتجيبوها على طول على فكرة المطحنة دي اه براون بس مش عارف ازا كانت شغلة ولا لا على فكرة احنا كنا كده واقفين اه لسه بينزلوا الشغل يعني لو تاخدوا بالكم الارض فاضية تماما كل ما بينزلوا حاجة بصورها على طول اول باول فهتفضلوا بقى كده معايا كل اللي هينزل اه هصوره لكم على طول اه خصوصا الحاجات اللي انتم بتبقوا عايزينها اللي انتم بتبقوا نازلين عشانها مخصوصة اه الرفايع بتاعتنا كلنا بنحب حاجة المطبخ طبعا اطقم التوزيع والسكاكين وهم عندهم النهاردة بقى كم معالق مش عايز اقول لكم اه بصوا الحلة دي كمان ايطالي اه وهتشوفوا اه القلب بتاعها من جوه حلو جدا يعني انا لفت نظر ان هي من جوه مفيش تجريحات اه انها مستعملة ومستعملة كتير اه بس اه من جوه نظيفة فيه كمان طقم الحلل ده يعني لما طلعوه كان ناقص تقريبا غطى فمش عارفة بقى على من انتم تروحوا هيبقى الغطى ده كامل موجود يعني ولا هيبقى طقم اه اربع حلل في حلة فيهم من غير غطى اهو زي ما انتم شايفين وسعره تلتمية وخمسين جنيه اه معلش برضو انا مش جايبة كل الاسعار لان اه اه كانوا لسه بينزلوا فاللي عرفوا اسعاره قالولي عليه وانا كتبته لكم على طول اه كشفات بقى هناك كتير هتلاقوا كشفات كتير بصوا حاجات في علبتها مش مستخدمة زي ما انتم شايفين كده وفيه حاجات مستخدمة وفيه حاجات هتشوفوها كانت اه حاجات قديمة جدا برضو لقيتها موجودة عندهم في كرتونتها بصوا كمان البتناش ده كان سعره اه تلتمية جنيه اه تلتمية جنيه طبعا كل الحاجات اللي انا ورتها لكم دي هيبقى فيه تاني عليها زيادة بصوا كمان البوتي بتاعت الاطفال موجودة كمان اه الحاجات دي كلها هتلاقوا بصوا ده يا جماعة اللي بقول لكم عليه القديم قوي اه بصوا عامل ازاي فاكرينه ده الكشف اللي كان فيه راديو كان فيه التسجيل اه كان طلع فترة كده وكان كل الناس بتجيبه فيه كمان مكان الخياطة اللي انتم شايفينه ده ما تنسوش يا جماعة ان شاء الله انا بكرة هبقى موجودة في السوق الساعة عشر الصبح للي عايز يروح اه دي فرصة طبعا انتم عارفين الجمعة بيبقى سوق اللي عاوز يروح اللي عايز يجيب حاجة وزي ما انتم شايفين كده الحاجات دي مش هي دي بس اللي هتبقى موجودة عند محمد لا في حاجات تانية يعني انا رحت كده في بداية الفرش يعني هما نزلوا لي الحاجات دي اصورها سريعا دي مكوة يا جماعة مكوة بخار مكوة الهدوم زي ما انتم شايفين كده سعرها ربعمائة جنيه وفي كرتونتها وجديدة تماما لم تستخدم اه هما نزلوا لي بعض الحاجات دي ده بك صورتها يعني بعض حاجات بسيطة برضو عشان كان الوقت اتأخر كمان فيعني اخدت حاجات بسيطة كده وطبعا هما بيكملوا النهاردة وهيكملوا كمان آآ باقي الشغل بتاعهم بكرة يعني آآ الفرش بتاعهم بيحط تلات ايام تقريبا ممكن يبدأوا فيه من يوم التلات بس طبعا بيبقى يوم التلات حاجات بسيطة جدا وممكن مايفرشوش خالص اي حاجة يوم التلات آآ بدايتهم بتبقى من الاربع وبرضو بيبقى فرش كده حاجات بسيطة عشان آآ يبقى الخميس يكملوا كل الفرش والجمعة يبتدوا بقى آآ يعرضوا حاجتهم عشان بيبقى السوق انتوا عارفين يوم الجمعة ويفضلوا بقى يبيعوا حاجتهم دي طول الاسبوع آآ هنا بقى بصوا السرفيس الستاليس دي تحفة 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 جميلة حلوة جدا آآ يعني لو جبتيها تبقى حاجة هاي لعندك في البيت كمان تقم الحلل ده بتلتميت جنيه برضو آآ فيه غطى ناقص او فيه حلل ناقصة يعني هو الغطى اللي في النص ده مش بتاع اي حلة فيهم فممكن بقى وهم بيطلعوا بقية الشغل آآ آآ يجي بقية التقم لان انتوا عارفين الشغل ده آآ بيبقى محطوط في شنط آآ سفر كبيرة في شويلة فالحاجات دي بتتفضى فممكن تلاقي مثلا حلة هنا وغطاها في مكان تاني خالص عشان تبقوا فاهمين يعني آآ بصوا كمان الطبق ده يبقى جميل جدا في آآ فتة العيد بقى للعيلة يبقى حلو قوي هتشوفوا كمان فيه اطقم آآ آآ اطباق تانية وكبيات هنشوف بقى كل الحاجات دي بصوا كمان طقم التصاد ده الطقم ده بتلتميت جنيه بس هي التصاد دي خفيفة عشان تبقوا عارفين بس هي كلها جديدة زي ما شايفين ده بميتين جنيه انا قصف بميتين جنيه آآ بس هي خفيفة طبعا آآ الخفيف طبعا باحنا بنستعمله وفيش في مشكلة طبعا بيبقى عايزة تعملي فول عايزة تعملي بيض بيبقى آآ سهل معاكي وزريف بصوا القبيات دي يا جماعة صنعها اندونيسي الطقم ده مستورد حلو جدا جميل سعره مية وخمسين جنيه فيه كمان بقى اطباق هتشوفوها دلوقتي برضو اندونيسي برضو يعني ما شاء الله فيه شوية حاجات مستوردة كده يعني ابقي ركزي بس وانت بتقلبي وآآ وان شاء الله في باقي الفرش بتاعه هتلاقي حاجات احلى كمان بصوا كمان الاطباق دي اندونيسي برضو كل الطقم العسلي اي حاجة عسلي هتلاقيها موجودة كلها آآ مستوردة ده كان طقم ست آآ اطباق برضو في كارتونيتهم لم يستعملوا والكبايات برضو آآ لم تستعمل وفيه كمان آآ هتلاقوا في آآ آآ اطباق آآ هوريهالكو دلوقتي وبولات برضو عسلي آآ الفناجيل اللي قدامنا اللي في الورق دي آآ دي للأسف آآ في في فناجيل هوريهالكو دلوقتي اللي بتاعت روميو جوليات والحاجات القديمة الزريفة ده التقم ده كمان حلو جدا آآ فناجيل وتقريبا سبع فناجيل مش ستة وآآ وليه اطباقه اتنين اربعة خمسة والسادس اهو مش عارفة فيه اطباق تاني ولا لأ بصوا بقى الفناجين عدتها لقيتهم سبع فناجين تمام آآ آآ تقمشي جدا جدا يعني حتى لو هتحطيك كديكور عندك هيدي منظر حلو قوي آآ انتو عارفوا الحاجات دي آآ بتبقى غالية جدا وصعب ان انت تلاقيها بصراحة كان عجبني جدا آآ سبع فناجين على فكرة آآ في بقى عنده بعض فناجيل اللي هي ملفوفة في ورق الجرايط دي آآ هتلاقوا اليد بتاعتها مكسورة يعني للأسف آآ من الرزع بقى والهبد الحاجات دي بتتكسر بكل سهولة وبيجوا يفتحوا الكاراتين يعني بيلاقوا الحاجات دي كلها متكسرة فهي برضو بتتباع مفيش حاجة بتتريكن كله بيتباع بس طبعا آآ بتبقى قيمتها راحت بصوا هنا الطقم ده برضو آآ طبقين والبولتين دول وفيه كمان آآ بولتين اكبر منهم انا بحطهم بس في الورق بتاعهم عشان فيش حاجة تبكسر بصوا دي كمان واحدة هي وفيه اعتقد فيه واحدة تانية آآ فيه واحدة تانية وبعد كده في البولة الكبيرة آآ ده طقم كده وحدتين وحدتين من كل حاجة والطبق الكبير ده واحد بس قطعة واحدة بس فانا مش عارفة ده طقم كده ولا هي جاية كده صدفة آآ كمان طبق الفاكهة ده تحفة تحفة شكله حلو جدا بصوا بقى اكمل معالق مش عايز اقول لكم بقى آآ كل ما روح في حتة لقي معالق قدامي كتير كتير جدا يعني ممكن تلميلك طقم شوك وسكاكين ومعالق محترم بس طبعا عايز آآ آآ صبر وطولة بال بقى وتعودي تنقي يعني تعودي كده تجيبي كرسي او تعودي جنبه مع الارض وتنقي آآ الحاجة اللي انت عايزة بصوا دي كانت اتقل شوكة للناس اللي بتحب الخامات التقيلة آآ الشوكة لانه كنت مسكها دي بصراحة كتخامتها حلوة جدا اهي وفي منها سكينة برضو اهي برضو نفس الخامة آآ يعتبر دول اتقل حاجة في في اللي موجود كله لو انت بتحبي الخامات يعني انا بحب دايما في المعالق والشوك وسكاكين الخامات التقيلة ما بحبش الحاجات الخفيفة خالص آآ بحس ان هي مش آآ مش حاجة مسكة نفسها مش حاجة كده محترمة آآ بحب دايما آآ المعالقة تبقى مسكة نفسها ومش من اقل حاجة بتتني معانا آآ ده طبعا ده رأيي انا او زوقي انا فطبعا كل واحد ليه رأيه ليه زوقه برضو دي كانت حلوة في كمان آآ شوك تانية برضو كانت تقيلة بس مش شوك وسكاكين بس مش تقل اللي كانت معايا اخف منها شوية بس برضو في التقل كويسة وكلها زي ما انتو شايفين كده معالق حالتها كويسة جدا مفيش حاجة فيها صدا مفيش حاجة فيها معوجة متبهدلة كلها معالق حالتها حلوة جدا طبعا انا كان لبسي ارصها لهم بصراحة يعني ازبط لهم كل طقمة مع بعضو بس ما كانش في وقت يعني انا بحب انا اجمع الحاجات دي وازبطها ما تبقاش كده منكوشة مع بعضها بس الاسف ما كانش في وقت آآ في كمان طبق الفاكهة ده كمان آآ شيء جدا برضو لو تحط على البوفي بتاعك او على صفرتك هيدي شكل حلو قوي طبعا مع اتنين شمعدان هيبقى حاجة زريفة جدا دي كان هما الكسين دول بس وكان فيهم واحد آآ مكسور آآ طبعا في صواني الفرضاني دي للي حابب بقى الحاجات دي مع لسه معظم الاسعار مش آآ مش جايبها بقول لكم هما كانوا والطبق ده حلو جدا بيضاوي ده آآ معظم الحاجات انا مش جايبها سعرها لان زي ما قلتلكم كده كانوا لسه آآ بيطلعوا حاجتهم فمش عارفة على فكرة انا كنت هنا في المحل التاني كمان يعني آآ كنت ما بين هنا وما بين هنا على ما يطلعوا الشغل هما ليهم محلين برضو الحلة الكبيرة دي آآ من الحاجات اللي احنا بنحبها آآ كان فيه كمان الحافزة دي آآ مش عارفة بقى هي الغطب بتاعها موجود وتايف وسط الهيصة دي ولا مش موجود خالص على فكرة الحافزة دي آآ سعرها متين جنيه آآ في بقى طاقم السكاكين ده بقول لكم هناك الشوك والسكاكين والمعالي مش عايز اقول لكم من همش حاصر يعني عرفت اتجمعي طاقم آآ يبقى برافو عليكي وان شاء الله يعني يحسبوه بسعر كويس بصوا كمان الاطباق الفارداني دي برضو حلوة جدا آآ بصوا كمان طاقم القهوة ده حلوة قوي لو حتطي في النيش بتاعك هيدي شكل جميل جدا. انا برضو من آآ من هواياتي رص النيش بحب جدا ارص آآ النيش وارص المطبخ يعني بحب جدا ارص آآ افرش شوع عرايس يعني من من هواياتي الفضيعة آآ اني انا افرش شوع عرايس وازبط لهم النيش بتاعهم وبحب جدا الحاجات الملفتة دي او الحاجات اللي الوانها غريبة بتتحط في النيش بتبقى بتدي شكل وبتدي آآ بتحسسك كده ان انتي يعني بتلفت نظرك وانتي معا دايما قدامه آآ برضو الدولاب ده للهدوم انتو عارفين اللي هي بتبقى زي القماش كده بتتقاليها سوسات وبصوا البلاستيكات بتاعتها اللي بتتعلق فيها آآ في كمان الناس بقى اللي بتحب الجوانتيات تشتغل بيها في المطبخ آآ كان عندهم العلبة دي كلها جوانتيات كان فيه كمان المراوح دي المراوح دي بقى حاجات صغنانة كده ممكن تحطيها آآ لو انتي شغالة في في مكتب تحطيها على المكتب جنبك آآ للطالبة اللي بيذكروا تتحطي جنبيهم وهم بيذكروا تجيب لهم هوى يدوب على قدهم او ممكن تحطيها على كمودين بتاعك آآ في قط النوم آآ وانتي قاعدة برضو على سريرك تبقى حلوة جدا بصوا دي كانت بلاك بلاس ديكر آآ اي انا عارف ان البراند ده اسمه بلاك ان ديكر مش عارفة هنا بلاك بلاس ديكر دي آآ هي هيها ولا براند تاني يعني المفروض دي ما كانها فمش عارفة هما كتبينها بلاس ده براند تاني ولا هو هو اللي انا عرفه مش عارفة بصراحة آآ في كمان زي ما انتم شايفين الكبايات اللي انتم شايفينها دي والكاسات برضو بصوا زي ما انتم واخدين بقى لكم كده انا آآ الكاراتين بيطلعوها لسه ما طلعوش منها حاجة يعني هما بس بيجهزوا الشغل بتاعهم عشان الفرش بتاع بكرة وبعده اللي هو الخميس والجمعة اللي هو النهار ده يعني الوقت اللي هنزلكو في الفيديو يعني انا كنت عندهم الاربع هما بقى بيجهزوا فرش الخميس والجمعة بس بيبقى آآ الجمعة الاساسي عندهم بيبقى كل شغلهم جاهز وكل شغلهم معروض يوم الجمعة يعني ان شاء الله اللي هيروح هيلاقي حاجات كتير جدا وان شاء الله برضو انا رايحة اصور بقيت شغلهم يوم الجمعة آآ بقيت الفرش بتاعهم آآ الناس بقى اللي بتحب تلعب تنس آآ عندهم المضارب بتاعتهم ده بقى كان حزام بس انا مش عارفة حزام ايه يعني انا مش عارفة ده حزام ايه ياريت لو انتو تعرفوا تقولولي انا مش عارفة ده حزام او يعني انا قلبت فيه كده بس آآ معرفتش هو ايه فيه كمان دي بس مش عارفة زي كانت شغالة ولا لأ برضو انتو بتجربوا يعني اللي بياخد حاجة الفايش موجودة ممكن تتجربيها وتشوفيها ازا كانت شغالة ولا لأ فيه كمان آآ اه وبصوا ده في كارتونتو فاكرين انتو الكشاف ده اخد فترة معانا حلوة اوي الكشاف ده بصراحة وكان زريف يعني آآ فيه كمان آآ المكنسة دي بتاعة السجاد بس مش عارفة ازا كانت شغالة ولا لأ هي كانت يعني انا الحاجات اللي بتبقى جوه الكارتين بتاعتها دي ببقى متأكدة ان هي شغالة آآ الحاجات اللي بتبقى على جانب دي يعني آآ دايما لما بسألهم بيقولولي لأ اما على حالتها يعني هي مش شغالة اللي هياخدها هياخدها على حالتها آآ شفت بقى الشوك والسككين الشوك والمعالي الصغنانة اوي دي بصوا صغنانة خالص ازاي كيس كده في الشوك والمعالي الصغيرة اوي دي كل دا يا جماعة احنا بنفتح في الشغل آآ جزء من الشغل اللي المفروض هينزل يوم الجمعة كان فيه كمان السرفيس ده حلوة اوي آآ اعتقد كان بمية وخمسين على ما اعتقد يعني كمان الطاجن الجميل ده بصوا جميل جدا طاجن بايريكس حلوة اوي 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 برضو تقريبا كان بمية وخمسين يعني على ما اتذكر ان هو كان بمية وخمسين آآ الحلة دي بقى بصوا آآ الحلل اللي هتشوفوه في ايه دي دي آآ دول اربع حلل بس مفيش فيهم غطيان هنا دي برضو مجموعة من السككين انا بقول لكم اليوم حافل بشوك وسككين ومعالق سواء بقى كانت آآ سككين صفرة سككين مطبخ كل الحاجات دي موجودة ده جرز يا جماعة في علبته آآ آآ يعني برضو حاجة كويسة جدا تلاقوا حاجة زي كده كمان يعني طول ما انتو بتقلبوا انتو عارفين بقى شغل الخردة ده بيبقى مليان بلاوي مليان كنوز بصراحة يعني طول ما انتو بتقلبوا الحلتين اللي في ايه دول الامونيوم من الامونيوم النظيف قوي والصنيتين دول يعني اللي هيبقوا من حظها الصنيتين والحلتين دول آآ هي كسبانة كتير من الحاجات المحترمة جدا بتاعتنا بتاعت زمان بتاعت امهاتنا آآ الحلل اللي كنا بنعمل فيها الاكل يطلع طعمه جميل دي برضو مكنة حلاقة برضو في العلبة بتاعتها ان شاء الله برضو شغالة آآ خلوا بالكم من الحلتين والصنيتين دول اللي هتاخدهم كسبت الصواني دي لا يعلق عليها آآ هتعملي فيها حلويات هتعملي فيها صواني للآآ آآ اكل ايا كان اللي هتعمليه فيها هتطلع طحفة بصوا دي حاجات تانية هي يا ريت تركزوا يا جماعة الحلتين والصنيتين دول آآ يعني نصيحة مني قدي ايه الاكل بيبقى جميل جدا في الالمونيوم لا تقولي لي جرانيت ولا تيفال ولا آآ ولا سيراميك كل الحاجات دي بتطلع الاكل ملوش طعم آآ انا جربت كل الحلل مفيش احنا من الالمونيوم بصوا كمان البرات دا كان ليه فنجين بس للأسف كانت متكسرة يعني الكارتونة اللي كان فيها البرات دا كان مع الفنجين بتاعته آآ بس تقريبا من الرزع بقى والآآ والهبد اتكسرت للأسف يعني وكنت زعلانة قوي عليها آآ الكاتل دا موجود بالقاعدة بتاعته عليش بقى يا جماعة بقية الاسعار دي ممكن تتصلوا بمحمد وتتفسروا عن الاسعار آآ او ممكن تروحوا آآ هتلاقوا حاجات حلوة تاني كتير تقدروا برضو تجيبوا اللي انتو عايزينه طبعا التصاد دي احنا بنحتاجها طبعا ما ما فيش غينة عنها بصوا كمان الحلة دي آآ بس الحلة الاولانية اللي انا جبتها لكم الايطالي دي بصراحة كانت حلوة هي ناقصها بس الغطى في كمان التصتين دول برضو مستعملين بس تعارفين بس عايزين شوات نضافة والقطاعة الجميلة دي في بقى طاقم الصواني ده ده لقيتهم بيطلعو كده يعني برضو من ضمن الحاجات اللي تلحقي تغديها تلت صواني مع بعض على فكرة وحالتهم ممتازة ممكن انا كنت عرضت لكم الاسبوع اللي فات تلت صواني كانت حالتهم مش قد كده وقلتلكو الالوان بتاعتها متغيرة مش حلوة تلت صواني دولة لقطة يعني اللي هيكونوا من نصيبها يا بختها آآ في كمان خلاط العربي ده بس مش عارف ازا كان شغال ولا لأ وكان فيه مطحنة بس برضو مش عارف بتاعته ولا مش بتاعته دي المطحنة دي مش عارف ازا كانت بتاعته بصراحة انا انسيت ان انا افك الدرق بتاع الخلاط واركبه فمش عارف ازا كان بتاعها ولا مش بتاعها بس هو المطحنة دي كانت محطوطة زي ما انتم شايفين كده مع الدرق آآ كان فيه كمان المروحة اللي قدامكو دي احنا كده خلاص خلصنا الجولة على فكرة ما تنسوش بقى ان احنا بكرا ان انا بكرا ان شاء الله هكون موجودة في السوق الساعة عشرة الصبح في سوق التونس الحضاري اللي عاوز يجي آآ يكلمني عشان نتقابل وندخل السوق مع بعض ما تنسوش بقى لايك وشيرلي الفيديو الاول مرة تشوفوني تعملوا سبسكرايب للقناة باي باي